سأقول لك أحد سؤال وسأتسنى الإجابة سؤالي كيف حال مرة قررت على أنك تريد أن تنظم الوقت لك ومشيت سؤالي شيء واحد وقلت لي لاحظتك أن تريد أن تنظم الوقت لك وما بين النصائح التي أعطيك وقال لك أن تركز علىها الكثير هي أنك قبل أن تنعس لا يجب أن تكشب الوقت لك أو لا تتفق مع الصباح وتكشب الوقت لك في نهارك كامل وقلت في حد وقلت لي ما سأتنظم الوقت لك سأتنظم الوقت لك سأتنظم الوقت لك ووصل النهار أثنين مع الصباح فقتي، بدأت ستيلة وقلت وبدأت سمتوسم وبدأت هي والمشكلة هي أنه تستعرض وقلت لي أن تزيد المزراء النهار تحت وفتلك وفي الأخر الم وقلت لي لك مجلسетров لاشياء ظهر ثلاثة أو ربع عمر ما بين عشرين لماذا تقال ليك رجال 15 تصغير لاشياء أفضل مجلسة ماذا أفضل مجلسة مجددا لنزل قد احدة سيكون كبار و إذا و ل continu صار Lions 15 في نهار التلعい و ل عند السالة حالث ايضا عنها في قبل إلي أن سمحت杯 من الوضع Sense慑 لم يتكبر و نهار على نهارcesso حتى فصل إلى معروف.. ولقد أعدني أن أعلى إلتنا مع ren 1980 و مازالا صورا و من월حوقrehhores في سيمارك أ olmak و some puta و قلت عند Ivan 써 لperأني إنه ما حصل و يتاع يعمل كان هناك ناس آخرين الذين لديهم طفل و قدرة خارقة التي تجعلهم أن يحافظون على ذلك ما سأقوم بك هو المشكلة التي لا ترى فيك المشكلة في الطريقة التي تخدمها هي ضد كيف يختم الدماغ الدماغ لا يتخدم بلان امبراف الدماغ لا يتخدم حتى لغد مع الصباح عندما تقول لي ما ستفعل وتبدا تكتب غيكة عمار غير هكاك حتى عندما تكون مع الصباح تكتب لكن أصلا ما حاطش راسك في النهار كامل تبدا غير كتكتب تبدا غير كتتمنى كيف ستفعل في النهار ليس لغية لديك ليس الحقيقة للنهار أنت رأيك يستحب لك النهار طويل بزاف و هو غير صغير لا يمكن أن تفعل فيه بزاف هذه الحاجات عندما تكون في الصباح تكون بحال شيء واحد الذي يدخل لولد العام و تبدا تكتب و سنحقق هذا الهدف و سنخدم على هذا و سنتعلم بديزان و سنبدأ محتوى و سنطلبك و سنخدم على هذا و هذا لو تبدا غير كتمنى هو أصلا في الأول العام غير كتبدا شهر واحد تتلقى السيدلاشة حبس كل شيء صافة و رجع عود تاني كيف كان في الأول و العام اللي يدوز عود تاني تجي تلقاه نفس الحاجة في الأول العام تضرب شهر واحد و يحبس و يبقى في بلاسته و كنتعب فاش تكون كتكتبت الصباح هذي كالتو دوليست ولا رائحة المهام كنو كتدير بحالة كتمنى كتبدا غير كتكتب يعني ما كتخدمش العقل ديالك ما كتتفكرش في النهار ديالك ها النور مال مود كيفش كتوز النهار ديالك و كيف قلت كان واحد المشكل ديال للمشكل ديال كتبدا والدماغ ما كيخدمش بلا الدماغ ديالنا كيخدم بالريسم كيخدم بلا فخيقنس كيخدم بشي حاجة كتتعود ماشي بتطاورة كل نهار ولكن كتتعود بلا فريقنس يعني جوج مرات في السيمنة ولا مثلا خمسات المرات في السيمنة خدمها يومين ويكند ولا ستات المرات في السيمنة ولا ثلاثات المرات في السيمنة بحالة كباش كيخدم الدماغ ديالنا شي حاجة اللي كتفقدت تعاود هدي اللي هو كيولف عليها وتعشبه الحال و كتنقص ليه لها فور هي اللي كيبغي يدير اما شي حاجة ديالي يستصبح وتقول لي غدين ديرها وتعمروفيزي فيها هو كيكون كونتر هذا ما بين بزاف ديال المشاكل اللي كيعاني منهم الناس في تنظيم الوقت وخات التنظيم الوقت ديال ما كنقول بلي انا ما كنتعجبنيش ولكن شنو كايجبني كايجبني الكلمة ديال التنظيم ولا الورغانيزاز وحانت الوقت راه ميمكنش لينا نتحكمو فيه الوقت ميمكنش لينا نديرو ليه الإدارة ميمكنش ننضموه حانت هو دايز ميمكنش تجيو تحبس و تقول لي صافي ديو وصل ال 12 بقيتها ال 12 تبقى ال 12 لا غدي تزيد هي ميمكنش من اللي توصل ال 2021 مليت وصل الاخر ديال 2021 تقول لي ملا بلاشي بغيت ترجع ال 2021 رام بدر تفايا بزر ديال حاجات بغيت نعود نديروهم الوقت فيه واحد الخاص اللي ميزه اللي هي انه ميمكنش ترجعو اللورغ الى داس واحد الوقت صافي مشاء وكان يشي ناس اللي كيساولين الفلوس بالوقت كيقول لك الوقت ميمكن الوقت ميمكن الفلوس ممكن ترجعه ولكن الوقت الجامي ممكن ترجعه ذو كراه الفلوس بوحدهم والوقت بوحده والوقت غلاء غلاء بزااف من الفلوس كان هاد المشكل هاد اللي اضرت عليه ديال لانه الواحد كيبقى يشارج ديال لانه الواحد كيبقى يشارج لانه الاخر ما كيبتشي حاجة حنت غيركي امبروفيزي في النهار دياله يعني كيختم كل نهار بنهارو وهي ديرا كونتر كيفاش كيختم الدماغ ديالنا كان المشكل ديال انه الواحد كيجي وخاكي يصيب البلانين ديال السيماعة في الأخير ما كياتنيش يعني كيبدا مثلا نهار لول ولكن باستث Census كيبدا غيركي يخربك كان المشكل اخر ديال تمشو طوازن يعني الواحد ما كيгорانش عندي وحد طوازن في حياتاديه ق ответ عن يبيد الناسا ما كيفيفينrafون يهديهم يمشي مع الصباح للخدمة ترجع من الخدمة تو Self A mid A صافي كיו نهار ديالför هذه الفائدة الخدمة وب소حت الملائق Alabانا وطلفازهم يعني ما يخدمش اهدف دياله لكي يكون التوازن في الحياة تكون الخدمة والقرائية والأهداف وعادة لكي يكون الوقت للترفيه عادة لكي يكون الوقت مع الدار والصحاب ويكون الوقت لكي تقوم بشيئة التي تعجبك يعني الهوايات تلك ولكن إذا ما كنتش متوازن تتعلم بشيئة ماشية في الحياة تلك هذا التعود بطغمي بزاف المشاكل في التنظيم يعني الواحد يكون سواء في الخدمة بزاف ولا سواء كتلقاه غير كي يضيع الوقت تلك وفي شيء حواج اللي ماشي مهم لكي نحلو هاد المشاكل الكاملين نخرج لفورماسيون ديالي اللي سميتها البرنامج الأسبوعي الناجح لكي نفات لفورماسيون فيها واحد طريقة في خمسة ديال الخطوات كيفاش تدير واحد البرنامج أسبوعي وتحافظ عليه وتستمر فيه واحد المدة اللي طويلة يعني مايبقاش عندك ذلك المشكيلي ديالك تجيك تدير واحد البرنامج وملكتدو السماكة القراس كمدرشي فيه تشيحاتك وبنسبة لفورماسيون راك تعالج هاد ربعة المشاكل اللي هادرش اللي مقبل يعني أول حاجة كتخليك على أنك تدير واحد البرنامج أسبوعي اللي في الآخر كتستمر فيه يعني كتدير يعني إنفو كتسال السماكة تقول واو والله إذا هلت السماكة ودرس قاعدك شيء مهم اللي عندي الثاني حاجة وهي أنه في هذه الفورماسيون كان علمك كيف تدير التوازن ما بين القرايا والخدمات والهواية الدالك العائلة هاد الشي كامل كان بريك كيفاش يطاب بغيطاب الثاني حاجة وهي أنه ماكتحتاش للتوضوليس يعني ذاك المشكلة للتوضوليس والمشكلة لأنك كل صباح تفاق ودقول لشنو غدي ندير ما يبقاش عندك كتكري واحد للنوصيون ديل الريتم وهذاك الفريقونس والهذاك التردد كيبقى يتعاود يعني ماكتحتاش أنك الصباح تفاق ودقول شنو غدي ندير اليوم لا صافي الدماغ ديلك عارف بأنه غدير هاد لكتبيته ومراه هاد لكتبيته ومراه هاد لكتبيته ورابع مشكلة كتعاجه للفورماسيون هو مشكلة للطوارئ يعني فاش كتخرج لك شي حاجة على غفلة كتقدر تسمح في البلانين ديلك كامل ومليتسال السمان عود ثاني تلاحظ بأنك مدرتي تشي حاجة ومليتسال السمان الأخرى تكون عود ثاني لاشيتي وعود ثاني ترجع كيفاش كنت يقفل وخنت على دائجة كنت يبادي مزيان ولكن غير واحد طارئ اللي يخرج لك وخرج لك على كل شيء بالنسبة للفورماسيون سوف نركز على ربعه ديال المحاور أول محور هو كيفاش تربط الأهداف ديالك باليوميات ديالك حانت المشكلة الغالية للناس هو أنه تلقى الأهداف دياله في واحد جهة ولكن اليوميات دياله وشنو كيديره وليزاكسيون اللي كيدير في اليوميات ديالك تلقاهم في جهة آخر هو باغي يكون موسكلي باغي يطيح الوزن ولكن نجشنا في اليوميات دياله وغلقاوا غير سهران كيتفرج غير في اليسيري تياكل غير الماكلة ديالتزنقا هذا ما بين أكبر أكبر المشاكل لكن عند الناس اللي كيخليم أنهم ما يوصوش أهداف ديالهم حتى ما كيعرفوش كيفاش يخرجوا العادات من الأهداف ديالهم وحطوهم في البرنامج الأسبوعي ديالك فلافوماسيو سنعلمك كيفاش تدخل هات الأعادات في اليوميات ديالك الثاني محوره هو الطريقة ديالي في خمسة ديال الخطوات باش توازن ما بين الخدمة الدراسة الطوارئ الهوايات أي حاجة حانت في الحياة ديالنا ما كينين شغل الأهداف فرح عندنا الخدمة عندنا القراية عندنا الوقت مع الدار عندنا الهوايات ودك شاليك عجبنا نديرو ذو كيفاش نقدروه أنه نوازنه ما بين هادو كاملين بالنسبة المحور الثالث سنصمم أنا وياك أول برنامج أسبوعي ديالك يعني أدابطي لك انت وبرسوناليزي لك للاسيتيات ديالك يعني لحساب واش انت عندك القراية ولي عندك خدمة ولا عندك بجوج واشنه هم الأهداف ديالك واشنه هم الزاكتيفيتيك اللي آخرين بغي تديرهم تهموه بغي تدخلهم في البرنامج الأسبوعي ديالك وبالنسبة المحور الرابع والاخر فهنا غدي نوريك كيفاش غدي تستمر في هذا البرنامج الأسبوعي مع المديني أتبقى كل سيمانة تدير لي واحد المراجعة ونوريك الطريقة الصحيحة كيفاش تدير هذه المراجعة باش تبقى ديما قد صحه وديما مستمر فيه باش معمارك ما تحبس وتوصل لهذاك البرنامج الأسبوع اللي كيف قلت فيه واحد لغيت معني كتفق الصباح وما تتفكر شقع في شنو أدي تدير وغتقول لي كيتعاود عندك هذك الأسبوع وبالإضافة لهذا الشيء كانين تزاف بزاف ديال الهدايا وكان أول حاجة هي ربعا ديال الملفات اللي غدي تحتاجهم باش تصيب البرنامج الأسبوعي ديالك أول ملف وهو المراقبة ديال الوقت في الأسبوع ديالك كان واحد الفيشي اللي غدي تعمل بريميه اللي غدي تفقد تكسب فيه كل نهار عشنو كدير باش في الأخر تعرف الوقت ديالك فين كيمشي الثاني ملف وهو الليست اللي غدي تحتاج الحساب اللي بريوري كان بزاف ديال الوائح لا تستعمرهم ومن بعد غدي ندخلوهم في البرنامج الأسبوعي الأساسي ديالك اللي هو الملف الثالث عادبش في الملف الرابع غدي نعطيك أمثلة ديال البرامج الأسبوعية واجدة مثلا ديال طالبة ولا ديال مثلا الناس اللي عندهم الخدمة وكان واحد هدية أخرى اللي هي عبارة على واحد جوج ديال القوانين اللي غدي يعاونوك في كيفاش تزيد التركيز والإنتاجية ديالك تالت هدية وهي واحد دورة تدريبية أونلاين اللي فيها ساعة ونص واللي فيها كان شرح الفرق ما بين تحفيز الاندباط والعادات وآخر هدية وهي من الساعة للتدريب الفردي دون كوتشنج معايا أبل فيديو وواتساب ولا فزوم تقدر تصويني في أي كيستيون ونقدر نصوفي أنا وياك البرنامج الأسبوعي ديالك وبالنسبة للهدايا غدي يكونوا غير بالنسبة للعشرة اللي أولين هم اللي غدين يستفيدوا من هذه الهدايا إلا كنتي مهتم وباغي تسجل في هذه الفرماسيون أرا غدي تلقى واحد اللينك هنا في الديسكريبشن سيطلع لك العرض كامل ديال الفرماسيون وتقدر من تم تدوز لكمون ديالك سنو تقدر تسايفت لي ميساج في النمرة الواتساب هنا ولا في إيميل لك عندك شئ تساؤل بخصوص للفرماسيون إلا كنتي في انستغرام رغدي تدخل البروفيل ديالي سيطلقى تمام واحد الرابط كليك عليه سيطلع لك العرض تمام ان تم تدوز لكمون ديالك سيطلع لك في الإيميل لاكسي تقدر تبدأ لك الفرماسيون دابا بالنسبة لي انا التنظيم هو من المهارات الأساسية للنجاح إلا تنظيم سيكون تنظيم واحد البروفي اللي سيعونك بزاف أنك توصل للاهداف ديالك هنا سيبقى الاختيار ديالك هو تختار أنك تعالج هذه المشكلة ومرة واحدة وتافنسي في حياتك ولا تخلي عود تاني وترجع أشك فوق يتلقى هذه المشكلة القدام في الأخير الاختيار يبقى عندك بالنسبة للناس الذين يختاروا أنهم ينفيسيوا في راسهم ويستثمروا في الفرماسيون فنطلقوا في الموديول الأول في الفرماسيون ترجمة نانسي قنقر